حسين كامل قدر صدام رح يصحى بس يقول آني هذولة قرايبي هم أعدائي وينظف ويرجع هيبة الدولة العراقية أخذي آني اشتغلت بقصر صدام بناء قصر صدام كنت مهندس تكنت بالشعب الهندسية؟ لا مش شعب كنت بالسياحة بس كنا مشاريع خاصة اللي آني بنيت قصر الزهور كنت مهندس في قصر الزهور ومهندس في قصره اللي بالحلة يعني انت هم بحثي آني مرشنت بحثي عشون جاوبك بيش ما كن حسين؟ على الكفاءة على سمعة أهلي وقرايبي احنا كل قرايبي بحثيين وأهلي وأبويا من الضباط الأحرار يعني من عائلة بحثية خلقوا لك فد مفارقة منه رب يصدام حسين خيرا للتلفاح مو؟ نعم خالة ضباط الأحرار منه رب انتفاق قنبر كمال قنبر خيرا للتلفاح كمال قنبر كانوا بس جنسوا ابن قرسلمان وإلى أن مات خيرا للتلفاح أبويا عضو مجلس إدارة في جمعية المحاربين قدمها مع خيرا للتلفاح وأبو عدنان كان يموت على أبويا وكان يخابر يقول لأجباري تصير عضو مجلس إدارة ما فك ياخه منك قدامنا وكنا كل خميس نروح في جمعية المحاربين قدمها نسمع محاضرة بحضور خيرا للتلفاح نحن حتى الوقت ما يضايقنا بس خلق أكمل حجاية واحدة بس أكمل حجاية واحدة اللي أنا داري دا قوله اللي أنا داري دا قوله كان لازم بعد حسين كامل صدام حسين ينتبه إلى أنه أكبر مصيبة عليه وأقرباءه وليس الذين عدمهم بالتسعة وسبعين صدام عدم المخلصين وبقى الخونة وآخر خائن سلم الأمريكان